على كلام سماحة الشيخ الدكتور في أن التشيع وافد هذا غير صحيح الدكتور التشيع هو مذهب أصيل في تونس وكل من تحدث عن تاريخ المذاهب في تونس ذكر أن التشيع كان موجودا منذ بدايات القرن الثاني ابن خلدون الذي هو مؤرخ كل المغرب العربي تحدث عن بعثة دينية أرسلها الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه إلى تونس تحديدا والنصوص التاريخية ذكرت المناطق طبعا البعثة كانت في سنة 145 الهجرة بعث بشخصين ثم أتبع ببعثة أخرى ومنها بدأ التشيع في هذه البلاد وهنا خطأ تاريخ أستاذ برهان مهم جدا التشيع لم يبدأ مع الدولة الفاطمية التشيع سابق للدولة الفاطمية بقرن ونصف يعني لو نظرنا إلى بعض النصوص التاريخية الموجودة تذكر أن التشيع البكري في كتاب المسالك والممالك يتحدث عن نفطة طبعا الشيخ يعرف نفطة كان فيها مهرجان وأخان تسمى بالكوفة الصغرى لماذا الكوفة الصغرى؟ هو يذكر أن وجميع أهل أهلها شيعة إنما سميت بالكوفة لأن كل من فيها كانوا شيعة نص آخر يوضح أن نفطة هي التي شيعت المغرب الأقصى أنا سأقرأ النص لفظا للفائدة قال وأهل السوس الأقصى منطقة في جنوب المغرب كلهم روافض ويعرفون بالبجليين نزل بين ظهرانيهم رجل بجلي من أهل نفطة قبل دخول أبي عبد الله الشيعي إفريقية يقال له محمد بن ورسن يعني تونس فقط لم يكن فيها شيعة كانت فيها تكتلات شيعية وكانت تخرج منها بعثات دعوية لمناطق أخرى واضح قبل الدولة الفاطبية شيخ ترجمة نانسي قنقر